السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بحضراتكم هنتكلم النهاردة عن موضوع مهم جدا انخفاض مؤشر الار بي ام او عداد دورات المحرك كلمة ار بي ام اختصار لكلمة ريفليوشن بير مينت يعني عدد لفات المحرك في الدقيقة ومؤشر عدد اللفات مهم جدا عشان بيبين لي حالة المحرك يعني لما المؤشر يكون موجود عندك في طابلو السيارة بيبين لك اذا كانت السيارة مستقرة او عدد اللفات مضبوط او قليل او كتير وحنتكلم النهاردة عن انخفاض عداد الار بي ام او عدد اللفات عدد اللفات الطبيعي وانت مش ضاغط على دواسة الوقود او في وضع الخمول بيبقى من 750 الى 800 دورة في الدقيقة وبيبقى فيه خمس علامات مهمة جدا تاخد بلك منها اول ما بتكون فيه مشكلة او انخفاض في الار بي ام العلامة الاولى انخفاض عند السرعة الخاملة او توقف السيارة حتبقى السرعة اقل من 750 يعني في حدود ال 500 او اقل شوي العلامة التانية انخفاض المؤشر مصحوب بارتجاك في المحرك تحس ان السيارة بترتاجف وبتهتز بشكل غريب العلامة التالتة احيانا يتوقف المحرك عند تشغيل التكييف العلامة الرابعة اثناء القيادة لو شلت رجلك من على دواسة الوقود بتلاقي السيارة بتتوقف منك احيانا عن العمل العلامة الخامسة قد لا تعمل السيارة في بداية التشغيل الا لما تضغط على دواسة الوقود عشان تفتح بوابة الهوى زي ما حنشوف مع بعض الحلول وسبب المشكلة معنى انخفاض الار بي ام معناه ان فيه نقص في كمية الهوى اللي دخلها للمحرك الثروتل او بوابة الهوى نوعين لو الثروتل اللي موجود في سيارتك ميكانيكي بواير يعني فيه واير من الدواسة الى فتحة الثروتل او البوابة يبقى المشكلة اكيد موجودة في الايدل كنترول فالف او صمام الايدل او صمام الخمول زي ما حضرتك شايف كده مهم جدا هتفك الثروتل وتنظف الايدل وتنظف الثروتل ومهم تفحص الفلتر الخاص بالهوى في السيارة وتشوفه نضيف او لا والافضل لو نظفت بالسي ارسي او المنظف التلامسي اي منظف الكترونات وتنظف بيه حساس الهوى ده مهم جدا اما لو الثروتل او بوابة الهوى اللي موجودة في سيارتك الكترونية هتقوم بتنظيف الثروتل والافضل تنظفه بالسي ارسي او المنظف التلامسي وايضا هتفحص الفلتر الخاص بالهوى ده مهم جدا ممكن يكون مسدود او فيه مشكلة وكمان تنظف حساس الهوى اللي في مدخل الهوى بعد الفلتر ده مهم جدا هتروح معاك المشكلة وتختفي بكل سهولة لو عملت كل اللي في الفيديو والمشكلة ما تحلتش مهم جدا تبدأ بالفحص لو بقطعة بلوتوث او اي جهاز فحص عند متخصص وممكن كمان يكون فيه خلل في حساس الهوى بيوصل للكمبيوتر ان كمية الهوى اللي دخلها للمحرك قليلة فنقوم باستبداله مباشرة وبتظهر لي الاكواد الخاصة بتلف الحساس طبعا في البداية ما بغيرش مباشرة بنظف الاول عشان لو فيه اي اتربة موجودة على السنسور ايلمنت او المستشعر الداخلي الموجود في الحساس ده بيديني نفس المشكلة الصيانة دايما ببدأ من الاسهل فالاصعب وبكده يبقى شفنا حل المشكلة انخفاض الار بي ام ويا رب حضراتكم تكونوا استفدتم وشكرا جزيلا لكم